مرحبا أصدقاء التاريخ أنا الملكة كليوباترا ملكة مصر القديمة وأحد أشهر الشخصيات في التاريخ في فيديو اليوم حنتعلم طريقة جديدة لجعل الصورة تتكلم بالزكاء الاصطناعي مجانا وبدون حدود وبدون استخدام موقع دي اي دي وده لعمل فيديوهات يوتيوب شورتس أو فيديوهات طويلة على اليوتيوب والطريقة دي حنتخدم فيها تقنيات مفتوحة المصدر أو أوبن سورس على منصة جوجل كولاب الفيديو ممكن يكون محتاج شوية تركيز فهياتو كوبات شاي بتاعيكم وركزوا معاه لأخر الفيديو علشان معظم الأجزاء مرتبطة ببعض قبل ما تتفرج ما تنساش الاشتراك واللايك الجميل لأن تشجيعكم بيساعدنا على الاستمرار يلا بينا نبدأ الفيديو أول خطوة معانا النهاردة هي كتابة البرومبت المستخدم في رسم الشخصية عن طريق شات جي بي تي كل مواقع مستخدمها في فيديو النهاردة حسبها لكم في صندوق الوصف لنبتلي ان احنا نشرح البرومبت بتاعنا ببساطة حكتب بشات جي بي تي الكلمة دي انت ممكن تغيرها بأي شخصية انت محتاجها لو الشخصية اللي انا بتكلم عليها مشهورة يبقى ممكن اكتب اسم الشخصية على طول لكن لو هي شخصية غير مشهورة يبقى يفضل ان انا اكتب وصف الشخصية يعني مثلا picture of old man old woman وهكذا هناخد بقى البرومبت ده او الامر ده copy ونعمله بيست في شات جي بي تي ونشوف هيطلع علينا ايه ده البرومبت النهائي اللي اطلع لي من شات جي بي تي اللي هستخدمه في الخطوة اللي بعد جدا ممكن ناخده من هنا copy وعمله بيست في الورد فايل بتاعي خطوة تانية هي تصميم الشخصية عن طريق مواقع رسمي بالذكاء الاصطناعي افضل موقعين بالمكان ممكن نستخدمهم هو موقع ليوناردو او موقع playground ai انا نهارضا هستخدم موقع playground من على اليمين خالص هقول له create هتأكد ان انا مختار model stable division excel وحسيب كل حاجة زي ما هي هغير دي اخليها macro realism هفتح الورد فايل اللي فيه البرومبت اخده copy وبعدين paste لو انا حابب ان انا اكتب negative prompt ممكن استخدم مثال من الامثال اللي انا سابها لكم في الورد فايل اللي فيه ال negative prompt هاخد مثلا مثال الاولاني ده copy وبعدين اجي هنا واقول له paste بعد كده بقول له generate ده اني اربع صور ممكن يكونوا مش احسن حاجة خليني بقى اقول لكم على تركية لطيفة اوي في الموقع ده المؤشر بتاع quality ده ممكن نزوده كده على الاخر او قبل الاخر بشوية والبرومبت جايدنس ممكن نقللها شوية نخليها تمانية نخلي بالنا انها لاي استخدام محدود في عدد الصور اللي انا اقدر اطلعها بquality كبير لكن جودة الصورة هتفرق كتير جدا لعلوا بقى وريكوا الفرق زي ما انتو شايفين دي اللي اختيارات اللي احنا وصلنا لها عايز بس اقول ان انا حاولت اكتر من محاولة فطلعتلي صور كتير ما جنتش ملقمة لان انا محتاج صورة portrait فهنا زودت كلمة front facing camera يعني الوش ظاهر من الامام للكاميرا مش واخد جنب فانا ممكن اللي هعمله بعد كده ان انا اقول له upscale by four x عشان يجبرها اربع مرات بعد كده هقول له download وده شكل الصورة النهائي بعد تكبرها بنسبة 100% ممكن بعد كده اعمل ازالة خلفية الصورة انا بفضل استخدم الموقع ده بتاع cap cut لان هو مجاني تماما وبيقبل اي حجم من احجام الصور اختار الصورة بتاعتي دي النتيجة النهائية بعد ازالة الخلفية هبتدي ان احط زون اخضر او بيسموه chroma key علشان اقدر ان انا نفصل الشخصية دي لو حبيت ان انا اعمل كده في المونتاج بعدين export format من هنا png وبعد كده dokey وexport ده شكل الصورة النهائي بعد ازالة الخلفية الخطوة الثالثة هي اضافة بعد سلاسي الابعاد للصورة عن طريق موقع leapix الموقع ده كنا شرحناه قبل كده كزا مرة على القناة وهو مجاني وتقدر تعمل عليه اشتراك بجيميل بدون اي مشكلة هاجم ان هنا اختار upload وبعدين اختار الصورة اللي انا ازالت منها الخلفية موقع زي ما ان شايفين بيديني التأثير ده على الصورة من animation lens هتأكد ان انا مختار اطول مدة وبعدين حدوس على style ينفضل ان احنا نعمله بالطول بالمنظر ده عشان ادي ايحاق بالنفس بتاع الشخصية وهي بتتكلم هحتاج بس ان انا اغير amount of motion ده يعني مقدار الحركة هقلله شوية ممكن هخليه على اول درجة زي ما انت شايفين كده خلصت بقول له share وبعدين بختار صيغة الفيديو اللي هي mp4 بعدين save ده شكل الفيديو النهائي زي ما انت شايفين كأن الشخصية بتطلع وتنزل كأنها بتتنفس الخريقة الثانية لتحريك الوجه هي هتكون عن طريق موقع motion portrait في الحقيقة الخطوة دي والخطوة السابقة اختيارية وممكن ما تعملهاش إلا إذا كنت انت عايز تعمل حركة للعين أو للوجه طريقة مشابهة للصور اللي انتوا شايفينها دي اول حاجة وانا عن موقع هدوس على الزرار ده وبعدين هختار الصورة اللي انا ولدتها بالذكاء الاصطناعي اللي انا شايل منها الخلفية الموقع ده في شوية حاجات لطيفة ممكن اجاهرها في الصورة يعني ممكن مثلا احط نضارة زي ما احنا شايفين كده لو دوست اكتر من مرة بيغيرلي شكل النضارة للشخصية او شنب او شعر او حتى تغيير شكل الميك اوب بالجامل عايز اشيل كل ده بقى بدوس على الزرار ده فاحنا ممكن نحط مثلا نضارة ونغير اللون العين مشكلة الموقع ده ان هو ما بيدنيش طريقة ان انا اعمل بيها save للملف ده في شكل الفيديو فكل انا هعمله ان انا هسجل مثال من الفيديو ده عشان استخدمه في الخطوات اللي بعد كده زي الكلام ده في لوحة المفاتيح عندي هدوس على control وبعدين هعمل زوم للصفحة اكبر الزوم لحد ما الصورة تبقى واخدها اكبر حيز من الصفحة بتدي ان انا اعمل record للفيديو ده باي برنامج screen recording اسهل برنامج ممكن يعملي ده هو ودي نزلة already مع الويندوز هدوس على علامة الفيديو وبعدين اضغط new وبعدين اختار الجزء اللي انا عايز اسجله من الصفحة خلاص كده انا اخترت الصورة بتاعتي هبتدي ان انا اضغط فوق على start هيبتدي ان هو يسجل خلصت بعمل stop وبعد كده هدوس على زرار save واحفظ نسخة من ملف ده على جهازي بعد كده هفتح برنامج capcat لمونتاج على الكمبيوتر هدخل في الصورة اللي انا عملتها والفيديو بعد كده هنزل نسخة من الفيديو فوق الصورة هتأكد ان الصورة ادل فيديو في الزمن الهدف من الخطوة دي ان انا بحاول ادمج الصورة دي مع الصورة الاساسية فبحاول انا اصغرها كده وحط الصورة دي على الصورة دي لحد ما يبانوا كأنهم صورة واحدة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده لابقى انا هنا فيه زي خط هنا باين نتيجة الوضع الصورتين فوق بعض وبنطال بساطة حاجة على الفيديو اللي فوق واعمل عليه mask وبعدين احدد نوع الماسك اللي هو شبه مستطيل ده اعمل اخفاء للفيديو اللي تحت اكبر حجم الماسك شوية وبعدين حاجة على الجزئية بتاعت فيزر دي وابتدي ان انا اسحب كده شوي دي وظفتها ان انا نعمت الفيديو من تحت ومن فوق وجينا بقى ارجعنا دوسنا هنا تاني وبعدين اظهرنا الصورة اللي تحت زي ما انتوا شايفين دي النتيجة النهائية للفيديو هبقاش فيه باين اي فواصل في الرقبة بعد كده هعمل export للفيديو بتاعي وبكده انا عندي فيديوهين لطريقتين الفيديو اللي عملناه بلايابيكس والفيديو التاني اللي عملناه بموقع موشن بورتري اللي هو الفيديو ده الخطوة الرابعة هي تسجيل الصوت عن طريق موقع تحويل النص الى صوت عربي اول حاجة هستخدم شاجي بيتي عشان اكتب نص الفيديو فكتبت له اكتب ليه نص فيديو قصير لمالكة كيلو بطرة مالكة مصر القديمة تعرفنا عن نفسها بنفسها عن حياتها الكلام يجب ان يكون بلسان شخصية وموجز فكتب لي الكلام ده هدخل بعد كده على موقع لتحويل النص لصوت هختر من هنا الصوت بتاعي واتأكد من هنا ان انا مختار الاستيار بتاع 11 multi language بعدين بعمل paste للنص بتاعي واقول له generate مرحبا اصدقاء التاريخ انا الملكة كليو باترا ملكة مصر القديمة واحد اشهر الشخصيات في التاريخ ولدت في عام تسعة وثنين وبعد كده هعمل دون لود للملف النهائي من هنا الفطوة الخامسة هي جعل الصورة تتكلم وتركيب الصوت على الفيديو عن طريق مكتبة ويف توليب للزكاء الاصطناعي اللي هنشغلها عن طريق منصة جوجل كولاب الخطوة دي مهمة جدا وعايزكوا تركزوا في كل جزئية فيها اولا ايه هو جوجل كولاب جوجل كولاب هي منصة للمطورين والمبرمجين بتسمح لهم ان هم يشغلوا اكواد وبرامج مكتوبة بلغة البايسون عادة بتكون موجهة للزكاء الاصطناعي على سيرفرات جوجل السيرفرات دي بتتميز ان عليها بروسيسور زورمات وبروسيسور كارت شاشة عالي والمواصفات دي ممكن تكون مش متوفرة في الاجهزة العادية اول حاجة هنفتح اللينك اللي انا هتطهلكوا في وصف الفيديو بتاعة اداة ويفتوليب على جوجل كولاب هتأكد ان انا داخل بالجيميل اكاونت بتاعي لازم الجيميل مش حاجة تانية هدوس على الزرار ده بالشكل ده واسيبه لحد ما يخلص ويطلع لي التلات نقط دور باللون الاخضر من على جوجل كولاب كل اللي انا هعمله ان انا هشغل كل الخطوات دي خطوة خطوة هدوس على كل سهم من دول لحد ما يخلص معي هم اربع خطوات هنعملهم مع بعض اول حاجة هبتدي الخطوة الاولى وهي خطوة التسبيت زي ما انتوا شايفين السهم بيشتغل كده وفي دايرة بتلف حواليه هستنى لحد لما السهم ده يديني علامة صح وزي ما انتوا شايفين في حاجات بتحصل اهيه في الخلفية الحاجات دي ما بتحصلش على جهازك بتحصل على سيرفرات جوجل كلاب الخطوة ممكن تاخد من دقيقتين لتلاتة للتسبيت وبعد ما خلص خالص زي ما انت شايفين مديني علامة صح باللون الاخضر اللي احنا شايفينها دي بعد كده حانل على الخطوة التانية وهيرفع ملف الفيديو اللي احنا عملناه من جهازك هدوس على السهم ده كده وبعدين هيطلع لي من هنا اختيار ان انا ارفع ملف الفيديو بتاعي بعد كده من على جهازي هاختار ملف الفيديو اللي انا عملته من على موقع موشن بورتري هو اللي اوبن هيبتدي ان هو يرفع ملفه على جوجل كلاب لما يخلص خالص برضو هستنى لحد ما هيطلع لي علامة الصح طول ما الدايرة دي شغالة مش هقدر ان انا انتقل للخطوة اللي بعدها بعد ما خلص وطلع لي علامة الصح وبنقل على الخطوة التالتة وهي رفع ملف الفيديو ودوس على زرار بتاع بلاي وبعدين بختار ملف الصوت من على جهازي بالمنظر اللي احنا شايفينه ده بعدين بنقل على الخطوة الرابعة وهي دمج الصوت مع الفيديو بعدين من هنا حقول له لي مفروض ان دي اخر خطوة وده اكتر خطوة ممكن تاخد وقت زي ما انت شايفين في حاجات كتير بتحصل في الخلفية لكن كل حاجات زي ما قلتلكم ما بتحصلش على جهازك بتحصل على سيرفرات جوجل كلاب بعد ما بيخلص بيكون ده منظر الفيديو النهائي السطوة دي اخدت حوالي خمس لست دايق عشان تخلص عشان ارافع فيديو عالي الجودة لكن لو انت رفع فيديو اقل او زمن وقل هياخد وقت اقصر مرحبا اصدقاء التاريخ انا الملكة كليوباترا ملكة مصر القديمة واحد اشهر الشخصيات في زي ما انت شايفين حركة الشفايف ماشية مع الصوت وكمان في حركة للعينين اللي احنا عضفناها في الخطوات السابقة ممكن من هنا ادوس على التلات نقطة دول وبعدين اقول له دا ونلود احنا عايزين كمان نجرب الفيديو التاني اللي عملناه في خطوة ليه بيكس مش محتاج بقى ان انا اشغل كل الخطوات دي تاني طالما انا لسه فاتح البراوزر عندي ما قفلتوش هدوس على خطوة رفع الفيديو تاني واختار ملف الفيديو اللي فيه الطريقة التانية بتاعة ليه بيكس من على جهازي بالمنظر دا بعدما بيخلص وطلع لي علامة الصح بانزل تاني على اخر خطوة هتجهل بقى خطوة الصوت وبعدين اشغل الخطوة الرابعة مرة تانية لما يخلص اشغل لكم الفيديو هين جمع بعض عشان تشوفوا الفرق ما بين الطريقتين مرحبا اصدقاء التاريخ انا الملكة كليوباترا ملكة مصر القديمة واحد اشهر الشخصيات في التاريخ الصوت والاخيرة هي منتاج الفيديو عن طريق برنامج كاب كات للكمبيوتر اول حاجة عملتها ان انا عملت الباكجراوند اللي انتو شايفينها دي الـ 3D بانوراما لو عايزين تعرفوا ازاي ممكن تعملوا زيها ممكن تشوفوا الفيديو اللي الزهر قدامكو على الشاشة وده موقع بيسمح لك انك تعمل 3D بانوراما لأي صورة بالمنظر اللي انتو شايفينه ده بعد كده هاخد الفيديو النهائي اللي انا عملته بالزكاء الاصطناعي وانزله فوق الخلفية متحركة وبعدين ادوس عليه على الشاشة كده وبعدين اختار من هنا كات اوت وبعدين اختار كرومو جي واشيل اللون الاخضر استيعر السترينس ده ممكن ازوده شوية للاخر لحد ما اللون الاخضر يختفي وازود الشادو شوية هساوي بقى الخلفية مع وقت الفيديو الاساسي بتاعي ممكن من قيمة اختار اكتر من افكت اضعه على الخلفية بتاعتي زي مثلا فاير ده وزي سبارك حيبا زي ما انتو شايفين ده منظر الفيديو النهائي كاللي انتو شفتوه في مقدمة الفيديو بعد ما بخلص بقول له اكسبورت عادي جدا علشان اعمل سيف للفيديو النهائي بتاعي طب هل انا لازم اعمل نفس الخطوات دي لا ممكن ابتكر اكتر يعني ممكن مثلا من ميديا هنا اختار نفس خلفية الفيديو اللي انا عملتها بالذكاء الاصطناعي بس طبعا الخلفية هتبقى غير متحركة مرحبا اصدقاء التاريخ انا الملكة كليوباترا ملكة مصر القديمة واحد اشهر الشخصيات في التاريخ زي ما شفتو قدرنا ان احنا نعمل مقاطع فيديو زي بتاعي دي اي دي واحسن كمان انتو كمان تقدروا تعملوا حاجات احسن من كده تقدروا ان انتو تدمجوا اكتر من مقطع على بعض طبعا لو اي حد وجهته مشكلة في الجزء بتاع جوجل كولاب يكتب لي ايه اللي حصل له في الكومنس وانا حرد عليكم في قرب وقت ممكن اتمنى ان انتو تكونوا استفدتم الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير لو الفيديو عجبكم العين ده بيفرق معانا كتير جدا والفيديوهات دي بتاخد مننا وقت طويل جدا عشان نطلعها بالشكل ده شكرا لكم واشوفكم في فيديو جديد باذن الله